وجه رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي الشكرة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي للحرص على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان عام 2021 جاء ذلك في كلمة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين فقد كان لزاما على دولة بحجم ومكانة مصرنا الحبيبة أن تنظم في تشريع مستقل ما يضمن حقوق هذه الفئة تحديدا بما يحفظ كرامتهم ومكانتهم في المجتمع خاصة في ظل الدعم الذي أولته لهم الدولة بقيادة فخامة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وقد حرص سيادته على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان عام 2021 وكان من بين محاورها الأربعة الأساسية محور حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي القدرات الخاصة والشباب والمسنين وقد كانت توجيهات سيادته دائما دافعا ومحفزا لنا جميعا لسرعة إصدار هذا التشريع المترجم للقناة